مرحبا انا دكتورة شادا العواودة اختصاصية الجلدية والتجميل والليزر رح احكي لكم عن حقن البوتوكس البوتوكس هي عبارة عن مادة بروتينية احنا منحقنها بالعضلات الهدف انه توقف حركة العضلات ترخيها فتبطل هاي العضلات تتحرك وتحول التجاعد التعبيرية الى تجاعد ثابتة فبالتالي الحقن بتم بالعادة بالجزء او الثلثة الاول من الوجه لعضلات الكشرة لجبين وحوالين العين متى بتم هذا الاجراء قبل ما تصير التجاعد التعبيرية ثابتة يعني بالعادة بيكون من سن 30 الى 50 ممكن الناس اللي بتكون تعبيرهم كتير قوية نبدأ بعمر اصغر من 30 كمان للبوتوكس العديد من الاستخدامات الاخرى مش بس للطولة الاعلى من الوجه ممكن نستخدمه لتخفيف الضحك اللثوية لعلاج العضل الماضيغة بالناس اللي بتعاني من صرير الاسنان والضغط كتير على الاسنان كمان ممكن نستخدمه لبلاتزما البانز اللي هي عضلات الرقبة لتخفيف ظهورها كمان لتحديد الفك وبعض الحالات كمان بحالات التعرق الشديد من تحت الابط والادين والقدمين حقن البوتوكس بخفف من التعرق بشكل كبير قد يستمر مفعوله؟ بيستمر من 4 إلى 6 شهور مرات 3-8 شهور ببعض الحالات كمان من الاسئلة الكتير من نسألها انه بعد اجراء البوتوكس احنا بعد ما يروح مفعوله رح نصير اسوأ هذا الاشي كتير غلط بالعكس كل اجراء للبوتوكس بيضمن انه احنا ما تجاعدنا تثبت وبالتالي الوضع يكون كتير احسن